بعد أن عرضت هاتين الصورتين عن البرنامجين عن برنامج صناعة الفرد الإنسان وبرنامج صناعة الفرد الحمار بشكل سريع أشير إلى أبرز ملامح المجتمع الحمار وأبرز ملامح المجتمع الإنسان من أبرز ملامح المجتمع الحمار وأتحدث هنا عن أفراد المجتمع عن الأتباع لا عن المراجع لا عن القيادة وإنما عن الأتباع الآية الرابعة بعد البسملة من صورة الكهف تخبرنا عن ملمح واضح من ملامح المجتمع الحمار فيما يرتبط بالأتباع الآية الثالثة بعد البسملة من صورة الكهف والتي بعدها ترسم لنا ملمحا من أبرز ملامح المجتمع الحمار فيما يرتبط بالأفراد ذلك المجتمع قل هل ننبئكم بالأخسرين من أعمال الأخسرون هناك الخاسر وهناك أخسر من الخاسر وهناك الأخسر ولا يوجد تعبير وهيئة لغوية تعبيرية عن شدة الخسارة أقوى وأشد من هذا التعبير والخاسر هو الذي يكون خاسرا لعقله وخاسرا لدينه وخاسرا لمصيره وعاقبته وهذا هو الأخسر الذي تتحدث آيات القرآن عنه إنهم أفراد المجتمع الحمار الذين صنعوا عبر برنامج صناعة الفرد الحمار الذي نفذه فيهم رجل الدين الحمار مرجع الدين الحمار إنه المرجع الطوسي النجفي برنامجه برنامج التقزيم تقزيم مقامات الإمامة تقزيم المشروع المهدوي تقزيم بيعة الغدير قزموها بحدود الألفاظ من دون أن ينفذوها وأن يطبق بنودها هجروها وغادروا بعد أن غدروا بها غادروا إلى العيون الكدرة القذرة باتجاه فناء سقيفة بني ساعدة وصنعوا لهم سقيفة نجسة إنها سقيفة بني طوسي ألا لعنة عليها قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا من هم هؤلاء يا أيها القرآن نبئنا نبئنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا من هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أوضحوا مصاديق هذه الآية مراجع النجف تركوا بيعة الغدير تركوا حديث العترة تركوا تفسير علي وآل علي تركوا فقه الصادق وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة وصنعوا لهم دينا من قذارات سقيفة بني ساعدة وقذارات الأشاعرة والمعتزلة ولا زال إلى يومنا هذا يجمعون مزابل الصوفية ومزابل القطبيين وفي الوقت نفسه يبتعدون يوما بعد يوم يبتعدون بشكل واضح وبين يبتعدون عن إمام زمانه ويرتكسون في قذارات النواصب من أعداء الحجة بن الحسان قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هذا هو واقع الشيعة حينما يصبحون عبيدا لهؤلاء المراجع الحمير أتحدث عن البشر الحمير لا أتحدث عن الحيوان الحمار فهو أقدس وأعظم وأجل منه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا عقائدهم مخالفة لمحمد وآل محمد أحكامهم وفتاواهم مخالفة لمحمد وآل محمد هذا واقع الأتباع أما واقع المراجع والقيادة والعلماء في سورة الأعراف في الآية التاسعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ما هي أوصافهم لهم قلوب لا يفقهون بها هم يقولون نحن فقهاء ولكنهم لا يفقهون لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها هم يقولون نحن نبصر ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون غافلون عن إمام زمانهم ولذا فإن الآية التي تأتي بعد هذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إمامنا الصادق يقسم والله نحن الأسماء الحسنى وذر الذين يلحدون في أسمائه الذين يجعلون أسماء الله بحدود الألفاظ فقط مثل ما يفعل نواصب سقيفة بني ساعدة مراجع سقيفة بني طوس كذلك فهؤلاء هم الذين يلحدون في أسماء الله الألفاظ هي أسماء الله ولكن بحدود الألفاظ الأسماء الحقيقية محمد وآل محمد النواصب يلحدون فيها يجعلون أسماء الله بحدود الألفاظ فقط وكذلك نواصب سقيفة بني طوسي يفعلون هذا كتبهم تفاسيرهم عقائدهم فتاواهم أجوبتهم مواقعهم الألكترونية فضائياتهم كلها تتحدث عن هذا هؤلاء هم الذين لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام كالحيوانات بل هم أضل قلت لكم حين أتحدث عن حميريتهم لا أتحدث عن الحمار الحيوان لأنه أقدس وأطهر منهم بل هم أضل هذا هو منطق القرآن ما هو منطقي أولئك هم الغافلون قبل هذه الآية ماذا حدثتنا سورة الأعراف حدثتنا عن بلعم ابن باعورا في الآية الخامسة والسبعين بعد المئة بعد البسملة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان في برنامج صناعة الفرد الحمار فكان من الغاوي وَلَوْ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا بِبَرْنَامَجِ صِنَاعةِ الْفَرْدِ الْإِنْسَانِ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ الْأَرْضِ هو الَّذِي ذَهَبَ بِاتِّجَاهِ بِرْنَامَجِ صِنَاعةِ الْفَرْدِ الْحِمَارِ بل باتجاه برنامج صناعة الفرد الْكَلْبِ فمثله كمثل الْكَلْبِ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وآياتنا محمد وآل محمد المعنى الأول فاقصص القصص هذا أمر من الله أن تحدث عن هذا الكلب فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ومر الكلام عن الأخسرين أعمال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والأنس لهم قلوب لا يفقهون لا يفقهون بها من نفس هذه المجموعة من مجموعة الفرد الكلب ونحن عندنا تجربة في الواقع الشيعي الواقفة كبار مراجع الشيعة زمن إمامنا الكاظم إمامنا الكاظم كان يقول للبطائني قبل استشهاده قبل أن يستشهد إمامنا الكاظم كان يقول للبطائني الذي كان من كبار مراجع الشيعة آنذاك يقول له يا علي هو علي البطائني يا علي أنت أنت وأصحابك أشباه الحمير وبعد ذلك ذهبوا في برنامج صناعة الفرد الحمار وصنعوا ما صنعوا في بدعة الواقفة فذهبوا بعيدا مرتكسين في ضلالهم هكذا وصفهم إمامنا الرضا صلوات الله عليه بالكلاب الممطورة فهم أسوأ من بلعم هذا الآية وصفته بالكلب أما كبار مراجع الشيعة وصفهم إمامنا الرضا بالكلاب الممطورة وهذا مثل أسوأ من مثل الكلب هنا في سورة الأعراف هذا المنطق الذي أتحدث به منطق القرآن ومنطق العترة إن كان لا يعجبكم تلك مشكلتكم لا أعبأ بكم أعجبكم كلامي أم أن كلامي لا يعجبكم هذا الكلام يعجب الله ولذا تكلم به في قرآنه وهذا الكلام يعجب رسول الله ولذا علمنا تفاصيله وتفسيره في قرآنه العزيز في قرآن محمد وأهل محمد وأخذ علينا العهود والمواثيق في بيعة الغدير أن نفسره بحسب تفسير علي وآل علي صلوات الله عليهم هذا الكلام يعجب صاحب الزمان لا يعجبكم أنتم فاذهبوا ذهبوا إلى الجحيم ألها لعنة على عدم إعجابكم ما قيمتكم أنتم ما قيمتكم أنتم وما قيمة مراجعكم الحمير هذا منطق القرآن هذا منطق العترة الطاهرة الأخسرون أعمالا هم الأتباع أما القيادات والمراجع فهم هؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها لو كانوا يفقهون لما صاروا حميران وقد يقول قائل فهل صاروا حميرا لو لم يكونوا حميرا لماذا نقضوا بيعة الغدير لو لم يكونوا حميرا لماذا يأخذون عقائدهم من علم الكلام النصبي ويتركون نصوص الزيارات والأدعية الشريفة التي هي مناجم العقيدة الحق وفيها كنوز المعارف وكنوز ثقافة أهل البيت الطاهرة فلماذا تركوا كل ذلك وذهبوا يستنتجون عقائدهم الضالة من علم الكلام الناصبي لماذا تركوا أصول فقه الصادقي وذهبوا يستنبطون الأحكام وفقا لأصول فقه الشافعي لأنهم حمير لأنهم حمير لو لم يكونوا حميرا لما فعلوا ذلك لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمحون بها هذه شرائط المرجعية بحسب حوزة الطوس هذه شرائط المرجعية لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هذه مواصفات مرجع التقليد في حوزة الطوس القرآن يحدثنا بلسان الحقيقة وفي سورة الفرقان وفي الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة وصف وصف إجمالي للمجتمع الحمار للقادة المراجع والأتباع أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا هذا هو سبيل صناعة الفرد الحمار أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون من القادة أو من الأتباع فهذه مشكلة المجموعتين هذا هو العقل السقيفي المزدوج بمفردات سقيفة بني ساعدة ومفردات سقيفة بني طوسي أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه من الطبعة التي أشرت إليها صفحة 279 رقم الحديث 149 عن رسول الله صلى الله عليه وآله اتقوا الله معاشر الشيعة فإن الجنة لن تفوتكم وإن أبطأت بكم عنها قبائح أعمالكم فتنافسوا في درجاتها قيل فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله سؤال خطير جدا فهل فهل يدخل جهنم أحد من محبيك يا رسول الله ومحبي علي فماذا قال رسول الله من قذر نفسه ما أردده من وصف القذارة في حديث أخذته من هذه الرواية وأمثالها قال رسول الله من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وأخطر المخالفات نقض بيعة الغدير وأخطر المخالفات أن نترك العيون الصافية وأن نذهب كي نرتكس ونتنجس في العيون القذرة الكدرة من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له من الشرعيات منهجه وخالف ما رسم له من الشرعيات جاء يوم القيامة قذرا طفسا الطفاسة هي ألعن من القذارة قد يكون الإنسان قذرا أتحدث عن القذارة المادية كي أقرب المعنى قد يكون قذرا ووسخا ورائحته كريهة لكنه يغطي على قذارة بدنه وقذارة ملابسه الداخلية بثوب نظيف من الظاهر من الخارج ويغطي رائحته الكريهة بعطر قوي نفاذ فلا يدرك الآخرون مدى قذارته لكن الطفس هو الذي لا يستطيع أن يغطي قذارته وقبح رائحته مهما فعل فإن الجميع يدركون قذارته ويشمون رائحته القبيحة المنفرة ويتنفرون منه هذا هو الطفس جاء يوم القيامة قذرا طفسا وخالف ما رسم له من الشرعيات من هو الأقدر المقلد أم المقلد قطعا المقلد هو الأقدر وهو الأطفس لأن المقلد الذي يقلده هو أيضا قد ضل له مثل ما قال إمامنا الصادق وفي الكتاب نفسه هذا في تفسير إمامنا الحسن العسكري في رواية التقليد من أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة لكن قذارة المراجع أقبح وطفاسة المراجع ألعن فهم أضروا على ضعفاء الشيعة إنهم ضعفاء العقيدة ضعفاء المعرفة ضعفاء الثقافة ضعفاء الهداية وما هم بضعفاء الأبدان أو بضعفاء الجيوب أتحدث عن الأموال هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وهم الأقذار وهم الأطفاس ما هي علامة رجل الدين الحمار ما هي علامته هذا القذر الطفس ما هي علامته علامته الحسية هذه العمائم التي يلبسها مراجع الشيعة ووكلاؤهم وطلاب حوزة النجف هذه العمائم عمائم عباسية ووصفت في أحاديث محمد وآل محمد بعمائم إبليس وهم يضحكون على أنفسهم وعلى الشيعة من أنها عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يتحدثون عن عمائمهم يقولون هي عمامة رسول الله أول علامة على أنهم حمير هي هذه فهم لا يعرفون تأريخ عمائمهم هذه عمائم العباسيين جاءنا بها الشريف الرضي والشريف المرتضى مراجع الشيعة لبسوا هذه العمائم تبعا لشريف الرضي والشريف المرتضى وهم وهم الذين تعمموا بعمائم بن العباس حتى هذا المصطلح الشريف هو مصطلح عباسي مثل ما نقول الرفيق في زمن البعثيين فهذه العمائم الإبليسية العباسية أول دليل على أن الذي يقف أمامك هو رجل دين حمار خصوصا إذا ما سألته عن هذه العمامة وقال لك إنها عمامة رسول الله يا حمار هذه عمامة هارون العباسي يا حمار يا أيها المرجع أنت يا حمار عمامتك هذه عمامة بن العباسي ما هي بعمامة رسول الله إذا أردت أن تتأكد من الموضوع أكثر سل عن أصول الدين إذا أجابك من أن أصول الدين خمسة تأكد استحماره لأنه خالف القرآن خالف الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لقد نقض بيعة الغدير لقد قزم مقام الإمامة ومقام الإمام إنه حمار هذا المرجع بشكل رسمي فإذا ما وجدت في رسالته العملية أو استمعت إلى حديثه في دروسه أو قرأت أجوبته على موقعه الألكتروني من أن أصول الدين خمسة فهذا حمار 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 إنني أتحدث عن الحمار البشر عن البشر الحمير وإذا أردت أن تتأكد بشكل قاطع سله عن ذكر علي بنحو الوجوب في التشهد الوسطي والأخير في صلوات الواجبة المفروضة فإذا أجابك من أن ذكر علي يبطل الصلاة دير بالك لا يزقطك إلا هيرقعك بزوج هذا مطي 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 يزقطك يرمحك بحافريه في لغة العرب هكذا يقولون في تعابيرنا الشعبية العراقية أي زقطك فإذا ما كان رجل الدين يرتدي العمامة العباسية الإبليسية وهو يعتقد أنها عمامة رسول الله وعقيدته تبتني على أصول الدين الخمسة التي تتنافر مع القرآن بشكل واضح وصلاته يعتقد أنها ستكون باطلة إذا ما زينها بذكر علي فهذا هو الحمار هذا هو رجل الدين العمار أكان مرجعا أكان وكيلا للمرجعي أكان أستاذا في الحوزة أكان خطيبا حسينيا على المنبار أكان معمما هكذا يسير في أزقة النجاة هذا هو الحمار بعينه علامات رجل الدين الحمار في واقعنا اليوم عمامة عباسية إبليسية يعتمرها يعتقد أنها عمامة رسول الله يعتقد أما الذي لا يعتقد بذلك وإنما يلبسها للتقية لأجل العيش لأجل اللقمة هذا أمر آخر لكن إذا كان يعتمر عمامة عباسية إبليسية وهو يعتقد أنها عمامة رسول الله ويبني عقيدته على أصول الدين الخمسة وهكذا يصلي من دون ذكر علي وهو يعتقد أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة المفروضة أن ذلك يبطل الصلاة هذا هو الحمار بتمام معناه دير بالك لا يزقط دير بالك لا يزقط حس يرقعك بزوج هذا مطي مطي رسمي مطي رسمي هذا نذهب إلى فاصل أعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري هكذا سألوا رسول الله فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي قال قال من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم ما رسم محمد وعلي وأين رسم لنا رسم لنا في بيئة الغدير فلقد رسم لنا أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي وأن نفهم الدين بفهم علي وآل علي هذا علي يفهمكم بعد وخالف ما رسم له من الشرعيات جاء يوم القيامة قذرا طفسا يقول له محمد وعلي ماذا يقول له محمد وماذا يقول له علي صلى الله عليهما وآلهما يا فلان يا فلان أنت قذر طفس أن أقولها لكم الآن وأن تكون سببا أن تراجعوا أنفسكم هي خير بكثير جدا من أن يقولها محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أن يقولها لكم في يوم القيامة فأنا لا ناقل لأحاديثهم ولربما أكون أيضا مخاطبا بهذا الخطاب في يوم القيامة وربما قبل يوم القيامة أيضا أخطاؤنا أكثر من صوابنا إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي هكذا نقرأ في دعاء يوم عرفة إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي هذه حقيقة حقيقة هذه إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي وحق الزهر ونور عثتها وحق الزهر ونور 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 محاسننا من أولها إلى آخرها مساوي إلا أن ينظر إليها صاحب الأمر كي تكون محاسنة إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي هذا هذا هو واقعنا هذا هو واقعنا في أحسن أحوالنا أما مرهجع حوزة الطوسي فهم هؤلاء القذرون الطفسون لأنهم قد خالفوا ما رسمه محمد وعلي للشيعة في بيعة الغدير خالفوا ذلك وخالف ما رسم له من الشرعيات جاء يوم القيامة قذرا طفسا يقول له محمد وعلي يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار خذر طفس رائحتك كريهة يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار إلى آخر الرواية فالرواية تحدثنا عن أنهم يؤخذون إلى جهنم ويوضعون في الطبق الأعلى منها بعد ذلك ستدركهم الشفاعة ولكن حينما يخرجون من جهنم فإنهم لن يجاوروا محمدا وآل محمد فهؤلاء يقال لهم الجهنميون وهناك علامة فيهم علامة سوداء الروايات فصلت في هذا الموضوع ليس الحديث عن شؤون الجنان والنيران وإنما الحديث عن القذارة والطفاسة التي هي انعكاس انعكاس لبرنامج صناعة الفرد الحمار إنه الفرد القذر الطفس عبر برنامج القذارة والطفاسة إنه برنامج حوزة الطوسي القضية لا تحتاج إلى إثباتات كثيرة وبرنامج حوزة الطوسي برنامج التقزيم برنامج التقزيم هو برنامج القذارة والطفاسة برنامج الطهارة والنظافة هو برنامج التعظيم ولا تنسوا عنوان حديثنا المشروع المهدوي الأعظم ما بين التعظيم والتقزيم من تفسير إمامنا الحسن العسكري إلى الصحيفة السجادية هذا الدعاء هو أول دعاء في الصحيفة السجادية التي كتبها إمامنا السجاد بخط يده في أول دعاء من أدعية الصحيفة السجادية وهي أدعية لي ولكم هذه ما هي بأدعية لإمامنا السجاد حينما يكتبون دعاءه عليه السلام إذا ابتدأ بالدعاء هذا الكلام ليس صحيحا وإنما يجب أن يكتب ما علمنا إياه إمامنا السجاد من دعاء التحميد فماذا نقرأ في هذا الدعاء والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوا وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية هذه المضامين تنطبق علي وعليكم لا تنطبق على الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهكذا كل الأدعية فيها هذا تحريف من مراجع الشيعة الحمير حيث ضحكوا علينا وقالوا لنا هذه أدعية السجاد هذه أدعية وردت عن السجاد بخط يده لكنها ما هي بأدعية السجاد هذه أدعية كتبها السجاد لي ولكم وهذا أول دعاء فيها وهكذا سائر الأدعية فهذه المضامين لا تنسجموا مع الإمام المعصوم ولكننا ماذا نصنع لحمير حوزة النجف أتحدث عن البشر الحمير عن أصحاب العمائم العباسية الإبليسية عن أصحاب العقيدة التي تبتني على أصول الدهن الخمسة عن الذين يعتقدون أن ذكر علي في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة المفروضة يكون سببا لبطلان الصلاة أتحدث عن الحمير هؤلاء والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم فلم يحمدوه وتوسع في رزقه فلم يشكروا ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية هذا هو برنامج صناعة الفرد الحمار الفرد البهيمة فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الآية الرابعة والأربعون بعد البسملة من سورة الفرقان والتي تلوتها عليكم قبل قليل وقلت من أنها واصفة للمجتمع الحمار للقيادة وللأتباع معا الكلام هو هو تنسجم الآيات مع الأدعية والروايات ألا لعنة على منهج الحمير على منهج السند والرجال ألا لعنة على منهج البهائم على المنهج الطوسي ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ماذا نقرأ في نهج البلاغة الشريف لا زال الحديث في أبرز ملامح المجتمع الحمار هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنني أقرأ عليكم من الخطبة السابعة والثمانين من خطب سيد الأوصياء وهو يحدثنا عن رجل الدين الحمار فماذا يقول وآخر قد تسمى عالما وليس به هو سمى نفسه وأتباعه سموه وما هو بعالم إنه حمار إنه يرتدي العمامة العباسية ويعتقد أنها عمامة رسول الله ويبني عقيدته على أصول الدين الخمسة التي تتنافر مع منطق القرآن بشكل واضح وقد بينت لكم ذلك في الحلقة الماضية ويعتقد أن ذكر علي في التشهد الوسط والأخير في الصلوات المفروضة يبطل الصلاة حمار هذا ما هو بعالم وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال أخذ منها الحمير الذين قبله من آيات الله العظمى وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال صدقوني سأنقول لكم كلاما نقل لهذه الأيام حينما حينما كنت أحدثكم عن الولاية التكوينية وعن الولاية الكونية لمحمد وآل محمد في مجموعة الحلقات التي تحدثت فيها عن إسحاق الفياد جميعهم يتابعون البرنامج ومن جملتهم بشير النجفي كان يتابع الحلقات يوما بعد يوم وهو يتابع الحلقة الآن هو اسمعوني الآن هو يتابع الحلقة الآن كما أن الجميع يتابعون هذه الحلقات بعد أن اكتملت الحلقة وكان في مكتبه جمع من خواصه ودار الحديث حول ما تحدثت به كلام فيه تفصيل هو قال له بعد أن أبدأ إعجابه بما تحدثت به في إثبات وبيان وشرح الولاية التكوينية والولاية الكونية للإمام المعصوم وتساءل الذين كانوا في مجلسه من أين آتي بهذه المعارف ولماذا المراجع والعلماء في حوزة النجف لا يملكون هذه المعارف وهذه المعلومات ماذا قال لهم بشير النجفي أنا أقول هذا الكلام بملء فهمي لأنني متأكد مما أقول قال لهم قال لهم الدروس والكتب والمنهج الذي نعرفه في حوزتنا هذا الرجل يعرفه أيضا ولكن المعارف التي عنده نحن لا نمتلكها لماذا هذا الرجل سلم نفسه لحديث أهل البيت ونحن سلمنا أنفسنا لأساتذتنا للعلماء الذين سبقونا هذا هو السبب فهذا الرجل يشير إليه سلم نفسه لحديث أهل البيت ولم يسلم نفسه لأي شخص كان في الوسط الشيعي سلم نفسه لحديث أهل البيت أما نحن فقد سلمنا أنفسنا لأساتذتنا ولعلماء الشيعة الذين سبقونا والرجل صادق بدرجة مئة بالمئة وآخر قد تسمى عالما وليس به وإذا أراد أن ينكر هذا الكلام فإنني فإنني أدعوه للقسم بأمير المؤمنين أنا أقسم وهو يقسم فهذا الكلام قد قاله وبملء فيه وبمسمع من حضار مجلسه على أي حال أعود إلى كلام أمير المؤمنين وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال سبقوه من جهال سبقوه وأضالين من ضلال من ضلال سبقوه وترك حديث العترة وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا رسالة عملية وكتابا في العقائد ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه لأنه نقض بيعة الغدير وما التزم بمواثيقها أن يأخذ التفسير من علي وآل علي هذا حال جميع مراجع الشيعة منذ الطوس وإلى السيستاني وإلى الذين سيأتون من بعده قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق العقائد وعطف الحق على أهوائه يؤمن الناس من العظائم إنه يقول لهم من أن أعداء أهل البيت أنفسنا أخواننا يهون العظائم يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم يقول أقف عند الشبهات الأخ متوقف محتاط من جوه يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع هذه هي البدع أصل الحق في الدين أن يكون له أصل واحد هو الإمام أما أن يكون للدين أصول خمسة فهذه هي البدع ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان هذا هو البشر الحمار هذا هو الفرد الحمار هذا هو مرجع الدين الحمار الذي يصنع أفراد المجتمع الحمار عبر برنامج صناعة الفرد الحمار وهذا هو برنامجه برنامجه تسمى عالما وليس به الإعلام الكاذب والمعجزات والكرامات الكاذب والحديث عن علمه وتحقيقه وهو ازمان لا فهم ولا علام وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور هو ليس متأكدا من صحة فتاواه في الرسالة العملية ليس متأكدا هذه هي حبائل الغرور ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه لأنه حمار 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 وذلك ميت الأحياء وقد مر علينا في الآية الثانية والعشرين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس برنامج صناعة الفرد الإنسان كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها برنامج صناعة الفرد الحمار تلاحظون أن قرآنهم أن أحاديثهم أن خطبهم أن كلماتهم تجري في مجرى واحد ألا لعنة على منهج الحمير ألا لعنة على منهج البهائم منهج الأسانيد والرجال منهج الطوسي منهج مراجع النجف ألا لعنة على ذلك المنهج الذي نقض بيعة الغدير ودمر ثقافة أهل البيت أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نور معرفة الإمام كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبع ولا باب العمى فيصد عن وذلك ميت الأحياء ميت الأحياء يستمر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيقول فأين تذهبون فأين تذهبون يا أيها الذين تقولون إننا شيعة فأين تذهبون لماذا تذهبون باتجاه هؤلاء باتجاه هؤلاء الذين صورتهم صورة إنسان أما حقيقتهم قلوبهم والقلب قلب حيوان لا يعرفون باب الهدى فيتبعوه فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة آل محمد وضعوا لكم الأعلام وضعوا لكم الأدلة والبراهين لماذا تذهبون إلى الأشاعرة والمعتزلة لماذا تذهبون إلى الصوفية والقطبية فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة يا علي يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان ومنار وغاية الهدى فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحاق وأعلام الدين وألسنة الصدق ألسنة الصدق إنه الحديد كلامكم نور فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحاق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن كيف ننزلهم بأحسن منازل القرآن ونحن لا نأخذ تفسير القرآن منهم علينا أولا أن نلتزم ببيعة الغدير وأن نكون أوفياء لمواثيقها وبمواثيقها ومن أهم مواثيقها أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فأنزلوهم أنزلوا عترة النبي فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش الهيم العطاش الإبل العطش تصبر على العطش ولكنها إذا اقتربت من الماء اقتتلت بجنون على الماء أمير المؤمنين هكذا يطلب منا أن نقتتل على أفنيتهم أن نتسابق إلى أفنيتهم مثل ما تفعل الهيم العطاش حينما ترى الماء بعد عطش طويل فأنزلوهم أنزلوا عترة نبيكم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش إنه المنهج الذي أتحدث عنه دائما قرآن مفسر بتفسيرهم فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن كيف ننزلهم بأحسن منازل القرآن ما لم نفقه قرآنهم بحسب تفسيرهم وأن نفهم حديثهم بحسب قواعد تفهيمهم أن نردهم ورود الهيم العطاش أن لا نأخذ من غيرهم كالإبل العطشة التي ترد إلى الماء وليس لها من هم إلا في ذلك الماء يسبق بعضها بعضا كي ترد على ذلك الماء أن نأخذ الحديث منهم فقط وأن نأخذ قواعد التفهيم منهم فقط هذا هو برنامج قناة القمار ولهذا السبب فإن حوزة النجاف أصحاب العمائم العباسية الإبليسية يحاربون هذا المنهج هذا منهج التعظيم هنا في قناة القمار وهناك منهج التقزيم عند مراجع النجاف وأنتم بالخيار يا أيها الذين تقولون إننا شيعة للحجة ابن الحسن أنتم بالخيار بين منهج التعظيم في قناة القمار وبين منهج التقزيم في حوزة النجاف فأين تذهبون فأين تذهبون تذهبون باتجاه ذلك الذي صورته صورة إنسان وقلبه قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الأحياء فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوب فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عطرة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش أيها الناس أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلى أمير المؤمنين يحدثنا عن رسول الله أيها الناس أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إنه يموت من مات منا وليس بميت الميت الميت ميت الأحياء ذلك الذي صورته صورة إنسان وقلبه قلب حيوان وذلك ميت الأحياء إنه يموت من مات منا وليس بميه ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا تقول بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون وقت الحلقة وصل إلى نهايته وما استطعت أن أكمل كلامي لقد أوجست وأوجست وأوجست بقدر ما أستطيع وطويت كشحا عن عديد من المطالب وأشحت بنظري عن جزيل من المسائل المهمة ومع ذلك فسلطان الوقت لا يرحم بقي بقي عندي أن أستعرض جانبا من أهم ملامحي المجتمع الإنسان ها أني لم لمت أطراف حديثي وحاولت أن أضع بين أيديكم أهم ملامحي المجتمع الحمار بقي عندي أن أحدثكم عن أهم ملامحي المجتمع الإنسان إنني أريد أن أصل معكم إلى هذه النقطة أن تشخصوا بشكل واضح ما المراد من التعظيم وما المراد من التقزيم وأين نحن في موقفنا العقائدي ترجمة نانسي قنقر